المشاهدين الكرام أهلا وسهلا ومرحبا إلى حلقة أخرى من برنامجكم بالمكشوب الغرب المتلاعب بقضايانا وحينما أقول الغرب المتلاعب بقضايانا أنا لا أؤمن هنا بعقلية المؤامرة ولكن أقول أن الغرب يسعى لتحقيق مصالحه وحينما نحن نفرط بمصالحنا بالتأكيد الغرب يحقق هذه المصالح حينما يجد أمامه فراغ كبير يملأ هذا الفراغ نحن سلمنا جميع قضايانا للغرب وأعتقدنا بأن الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وبأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة على إدارة الصراع وأنها لا تقع في الأخطاء في حقيقة الأمر هذه رؤية خاطئة والرؤية الخاطئة الأخرى أيضا بأن الغرب لا يعيش ليلة نهار وهو يفكر كيف يسقطنا وإنما يتحرك مصالحه وحينما تتحقق مصالحه بالسلام يمكنه أن يحققها بالسلام وحينما لا تتحقق بالسلام ويجدوا أن بعض الأطراف في هذا البلد أو ذاك أطراف لا وطنية أطراف تشتغل على تقديم بلدانها كهدية لأطراف إقليمية ودولية من حق هذه الدول أن تأخذ نصيبها دون أن تتوقف أمام الجانب الإنساني دعكم من الجانب الإنسانية والقوانب الإنسانية وحقوق الإنسان هذه الإدعاءات التي يدعيها الغرب في حقيقة الأمر هي مقرد تسويق نظري يحقق من خلاله مصالحه الإنسان يموت في الوطن العربي بشكل يومي ولا يهم الغرب ذلك وتحديدا سنتحدث اليوم عن قضية جمال خاشققي الذي طبعا العالم كله وقف على قدم وساب وكل وسائل الإعلام تحدثت عن قضية هذا الصحفي ابتداء من الصحف مرورا بالإذاعات ونزولا عند وسائل الإعلام المتلفزة بالإضافة إلى رؤساء الدول أيضا خاضوا في هذا الجانب وهذا يؤكد بدلالة قاطعة بأن الغرب حينما يريد أن يحقق مصالحه يحاول أن يركز الضوء أو يسلط الضوء أو يجعل وسائل الإعلام تسلط الضوء على نقطة معينة مثلما سلطت وسائل الإعلام الضوء في 2011 على أبو عزيزي في تونس هي تسلط الضوء اليوم على قضية جمال خاشق ربما الوضع مختلف ولكن الصورة هي الصورة والهدف هو الهدف البحث عن الوصول إلى تحقيق مكاسب مثلما حققت مكاسب في العام 2011 في العمل على نصف القيم والأخلاق والأنظمة التي كنا قد بنيناها خلال 60 عام تقريبا من قيام الثورة العربية تم تدميرها وتقويضها بسبب هذا المشهد البسيط مع العلم أن أبو عزيزي كثير قبله أحرقوا أنفسهم بنفس الطريقة وبنفس الكيفية وبعده أيضا العشرات لم يكن المئات أحرقوا أنفسهم قضية خاشق هي قضية متعلقة به كمواطن مرتبط بدولته وبالتالي في اعتقاد أنه كان يمكن معالقة الأمر في هذا الإطار ولكن التركيز وخلق ضقة إعلامية ووقوف رؤساء دول متابعين بين لحظة وأخرى يدل دلالة واضحة على أن المنطقة مستهدفة ونحن للأسف الشديد نساعد كشعوب وكأنظمة نساعد على ذلك نتحدث عن الأنظمة التي ما زالت قائمة أما في اليمن لم يعد هناك نظام قائم لأنه تم تقويضه في العام 2011 وأفرزت لنا المرحلة أفرزت لنا ميليشيات وعلى رأس هذه الميليشيات عصابة الحوثي الإرهابية اليوم نحن كما قلت أمام وسائل الإعلام ووسائل الإعلام منافقة في الأساس حينما تركز على قضية جزئية صغيرة جدا في إطار قضايا كبرى كان حد الأصدقاء قد ذكر فيلم تيتانيك ذلك الفيلم المؤثر الذي رصد قضية السفينة تيتانيك التي غرقت في المحيط وعلى متنها أكثر من 1500 راكل لكن المخرج في هذا الفيلم ركز على اثنين فقط من الأعداد الكبيرة المؤلفة داخل هذه السفينة ركز على البطل والبطلة فقط يعني المشهد كان كله محصور في إطار اثنين كذلك الإعلام الآن حينما يحصر المشهد أمام جمال خاشقي ويتغاضى عن قضايا كبرى أكبر بكثير من هذه القضية على سبيل المثال الرئيس علي عبدالله صالح حكم اليمن 33 عاما رئيس بلد صنع تاريخ سواء نتفقنا مع هذا التاريخ أو لم نتفق لكنه أصبح قز من الهوية الوطنية لليمن وقز من التاريخ اليمني لا يمكن تقاوز و33 عاما للذين يتفقون مع علي عبدالله صالح أو يختلفون معه هذه مرحلة تاريخية وهو كان رئيس أكبر حزب أيضا في البلد أقدمت عصابة الحوثي الإرهابية على قتله وتصفيته بتلك الطريقة البشعة والعالم لم يحرك ساكنا أولئك الرؤساء من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى رئيسة وزراء بريطانيا إلى رئيسة وزراء ألمانيا إلى الرئيس الفرنسي الذين وقفوا أمام قضية جمال خاشق لم يتوقفوا أمام مقتل زعيم عربي لبلد حكمه 33 عاما كان حاضرا في كل المحافلة الإقليمية والدولية وفي كل الاجتماعات الدولية وفي المحافل المنظمات الدولية كذلك لم يتوقفون أمام هذه القريمة ومرت مرور الكرام وكأن علي عبدالله صالح لم يكن شيء لم يكن رئيس بلد وكأن ما حصل له شيء طبيعي جدا وهذا للأسف الشديد يؤكد لنا بأننا حينما نتنازل عن قوهر قضايا بالتأكيد الغرب سيعبت بنا كيفما شاء وكيفما أراد يعني نحن صمتنا عن هذا الملف وملف الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح صمت عنه المؤتمر الشعبي العام حزب كان يرأسه علي عبدالله صالح وصمتت عنه جميع الأحزاب السياسية الممثلة للعمل السياسي في اليمن وتناست بأن علي عبدالله صالح كان رئيسا لليمن وهو قز من هويتها شاءت أم أبت اتفقت معه أو اختلفت نست كل ذلك وتنازلت عن كونه كان رئيسا لليمن وقز أصيل من تاريخ هذه المرحلة هي مرحلة 33 عاما ولم تحرك ساكن بالإضافة إلى الشعب اليمني أيضا صمت عن ذلك كل الأطراف للأسف الشديد المحلية سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو شعبية صمتت عن ذلك والغرب أيضا تغاضى وتقاوز وإذا به يأتي ليركز وسائل إعلامه الصحفية والإذاعية وسائل الإعلام المختلفة التلفزيون الأخبار كلها ركزت على قضية جمال خاشقي وتناست هذه القضية تحديدا ليس الأمر متوقف عند هذا فحسب اليوم نحن أمام شعب يباد مدن كاملة تدمر تعز وعدن أخذت نصيبها البيضاء لاحق اليوم نحن أمام الحديدة كثير من المحافظات اليمنية من المدن اليمنية تباد وتدمر قتل متواصل أسر كثيرة تهجر وتشرد ويشتت شملها داخل اليمن وخارج اليمن كما قلت عالم منافق عالم أعور البصر وأعمى البصيرة يتاجر بحياة البشر وبمبادئ الإنسانية من أجل تصفية الحسابات السياسية لكنه لا يعنيها الوضع الإنساني لا من قريب ولا من بعد والسؤال الذي يطرح نفسه كم من الإعلاميين اليمنيين من المفكرين اليمنيين الذين يقبعون في سجون عصابة الحوثية البعض منهم قتلوا والبعض عذبوا بطريقة وحشية أوصلتهم إلى الموت أو أوصلتهم إلى الإقعاد أو أوصلتهم إلى أن أصبحوا يعيشون حالات نفسية في غاية الخطورة الأخ والصديق الزميل علي الشرعبي الذي خططف قبل أيام من قبل عصابة الحوثي ويعذب الآن بطريقة بشعة شخص معدم لا يملك شيء لا يملك حتى مسدس ولا يملك مرتب يعني مرتبه صدر ضمن المرتبات التي صدرت ومع ذلك تم إلقاء القبض عليه من قبل هذه العصابة القذرة التي رمان بها التاريخ وقبحت وجه التاريخ واعتقلته وزعمت بأنه يعمل مع العدوان مع العلم أنه لا يوجد عدو ولا عدوان أكثر من عدوان هذه الميليشية بالتأكيد الشعب اليمني اليوم يختزن أمواق هادرة من الغيظ ستنفجر في لحظة ما في وجه هذه العصابة التي لم تبقي على نسيق سياسي ولا نسيق اجتماعي وقد خلقت كراهيتها لدى كل فرد داخل الشعب اليمني من يحاول الدفاع عن خاشققي بحقدة الدفاع عن الحريات كنت تمنى أن يعود ليتذكر حقم ضحايا وشهداء الأمة العربية الذين راحوا بفعل الإرهاب والعدوان الذي كان ينظر له ويدعمه جمال خاشققي ذاته أمريكا أيضا فرنسا ألمانيا بريطانيا هذه الدول التي تتباكى على خاشققي هي التي أقدمت على غزو العراق وأقدمت على قتل رئيسه الشهيد البطل صدام حسين وهي التي أيضا نشرت الفوضى والإرهاب والتطرف في عموم المنطقة واليوم نحن نعلم كيف كان العراق وكيف هو اليوم القتل اليومي المجاني الذي يطوف العراق من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه وهذا كله بفعل هذه الدول التي تتباكى على شخص وتناست بأنها أقدمت على أكبر قريمة من قرائم التاريخ أنها قوضت وحدة بلد وقتلت شعبه وصادرت حقوقه وخيرات بلاده وأقدمت أيضا على مساعدة الإيرانيين وأعوانهم داخل العراق بقتل صدام حسين بتلك الطريقة البشعة في لحظة تاريخية فاصلة هي يوم عيد الأضحى وأعطت دلالة وأعطت رسالة سيئة من قبل أولئك الذين أقدموا على إعدامه بتلك الطريقة البشعة ومع ذلك هذه الدول التي ظلت تتباكى خلال الأيام الماضية على هذا الإعلام لم تحرك ساكن أمام هذه القريمة البشعة التي ارتكبت في حق العراق وفي حق الشعب العراقي يضرفون دموع التماسيح ونحن نعلم أن الأهداف الاستراتيجية التي جنيناها هو ضياع العالم من الوصول إلى السلام لأن هؤلاء يمارسون مصالحهم على حساب مصالح الدول الأخرى ونحن اليوم جزء لا يتقذى من مشروع الفوضى الخلاقة التي عبرت عنه كوندريزا رئيس انظروا اليوم ماذا يقري في سوريا تتقاور أمريكا وروسيا وإيران إلى جانب إسرائيل طبعا يبحث الكل عن مصالحه ولا تعنيهم آلاف الأرواح التي تزهق ولا المجازر التي ترتكب ولا مئات الآلاف المهجرين الذين يبتلعوا البحر بعضهم بمشهد مروع لم يسبق للعالم أن شهد مثله والعراق مرة أخرى أقول أنه قصة أخرى اليمن كذلك حرب منسية كلما اقتربت عصابة الحوثي من السقوط استيقظت أمريكا لمنع ذلك السقوط استودعكم الله إلى اللقاء